السلام عليكم ورحمة الله في الشرح سنتعرف على طريقة مراقبة أداء السيرفر من أمازون ويب سيرفرس تحديدا خدمة AC2 مراقبة أداء السيرفر بشكل بسيط جدا بحيث تتمكن من معرفة يعني معلومات بسيط عن يعني أداء أو استهلاك هذا السيرفر فنحن الآن في واجهة AC2 يمكننا الدخول إلى الأنستانس الخاصة بنا نقوم بالنقع على الأنستانس ID على هذا الشكل ثم نستطيع النزول تحديدنا إلى على هذا الشكل وأصلا نلاحظ أنه يمكننا الحصول على مجموعة من المعلومات تتعلق بالشبكة تتعلق بمساحة تخزين وتتعلق ب استخدام المعالج أو CPU فهنا يمكننا يعني أخذ يعني النظرة يعني شاملة على يعني أداء السيرفر أو يمكننا نقر على هذه النقاط الثلاث هناك سنجد كثير من الخيارات يمكننا عمل الريفرش حتى نحصل يعني على أحدث المعطيات ويمكننا مثلا النقل هنا ونقل من أجل الحصول على يعني رؤية أو مساحة أكبر من أجل يعني يعني الحصول على معلومات أكتر وبطريقة أفضل فهنا حددنا المدة الزمنية وهي ساعة يمكننا الحصول على معطيات أكتر شمولية بحيث مثلا سنقوم بتحديد مثلا ثلاثة أيام وهنا سنلاحظ أنه لدينا هنا استخدام المعالج لثلاثة أيام سنلاحظ هنا أن هناك يعني لحظات هناك استخدام يعني أكبر للمعالج وهنا مثلا سنلاحظ أن استخدام المعالج أو تقرير استخدام المعالج توقف في هذه المدة لماذا تتوقف؟ ببساطة لأن في هذه المدة قمت بعمل stop للإنستانس فلا توجد طبعا يعني أي استخدام للمعالج إذن كانت هذه الطريقة استخدام يعني هذه الأدات المونتورين من يعني واجهة Amazon Web Service يمكننا أيضا الدخول للسيرفر واستخدام يعني واستخدام أمر من أوامر Linux أمر بسيط جدا إذن سنقوم بعمل start لالتصال بالسيرفر عن طريق SSH إذن قمنا بتسجيل الدخول للسيرفر فالأمر الذي يمكن استخدامه هو edge top وهذا الأمر يعني غالبا يكون يعني متوفر في جميع توزيعات Linux إذا كان غير متوفر يمكنك عمل install لهذا البرنامج الصغير جدا الذي يمكن كمية الحصول يعني يعني على تقرير مفصل بخصوص السيرفر فهنا يعني العمليات التي يتم القيام بها وهنا يعني استخدام الموارد مثلا هنا في الواحد واثنان هنا استخدام المعالج وهنا استخدام ذاكرة الوصول على شوائع أو الرام وهنا الـ swap أو الرام الاحتياطية وهنا يعني بعض المعلومات الأخرى مثلا هنا الـ uptime كم هي المدة التي اشتغل فيها السيرفر بالنسبة لتسعة دقائق لماذا؟ لأنني قمت قد عملت stop للسيرفر وعملت start مرة أخرى لهذا سنجد هنا أن مدة عمل السيرفر هي تسعة دقائق يمكنك أن ترى هنا ساعة ساعتين يوم يومين شهر خمسة أشهر يعني على حسب مدة بقاء السيرفر مشتغل حصول على معلومات بخصوص أداء السيرفر بشكل بسيط جدا شكرا لكم